حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة من أن الوضع الصحي في مستشفيات محافظة جينين أصبح صعبا للغاية وأوضحت في بيان صحفي أن مستشفى جينين تتعرض في هذه الأثناء لهجمة شرسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاصرها وتعرقل وصول الجرح إليها مؤكدا أن الوزارة تعمل بأقصى طاقتها لتوفير الاحتياجات لزم للمستشفيات في كل المحافظات رغم الظروف الصعبة التي تعيشها فلسطين جراء العدوان الإسرائيلي المتصاعد